هنتكلم على التوكسو بلازما التوكسوبلازم财ش التوكسو بلازماجونطا التوكسو بلازما دي أو التوكسو بلازموزز التي هي مشهورة عندنا كلنا بإيه لأن هي مرض القطط الذي يأتي من القطط وهي فعلا القطة أهم مهوسط لها وهي دي المجرم التوكسو بلازمة دي احنا بنعتبرها عندنا في البارستيرتولج زي الإنفليونزا الشميعنا من قدر الإنسدنس بتاعها يتبere كلنا تعطينا التوكسو بلازم منتشرة جدا جدا في المجتمع وحنعرف ليه من الليف سايكل بتاعته طب ما اللي احنا عمرنا ما سمعنا عنها عمرنا ما سمعنا عنها لانها بروتوزوة ضعيفة محتاجة لازم ان العيان يقبع منعته قليلة زي عينين الايدز او الاميونو سابريست او عينين الاوران او المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في الستات الحوامل دايما لان الكونجينتال توكسو بلازموزز حاجة خطير طب ايه قصة حياة التوكسو بلازمة بتبدأ قصة حياة التوكسو بلازمة بالديفينيتيب هوست اللي هي القطة القطة هي الديفينيتيب هوست بتعيش التوكسو بلازمة فيها في الخلايا الانتيرو سايتز بتاعت الانتستين بتاعتها وبتبتدي تكون سا Engineer sexual Styles يتحت ميل مع في ميل جميل تنتهي هذه العملية انها تكون لي حاجة اسمها Unsporeulated Oasis Unsporeulated Oasis بينزل في الستول بتاع الكات بيقضى Unsporeulated Oasis ده برre جسم القطة يمين تلاتة لحد ما يتحول إلى Sporulated Oocyst وقلنا قبل كده أن كلمة Sporulated يعني يتكون جواها ال Sporozoite اللي هما الحاجات اللي عاملة زي الهلال دي هيتكون عندي Sporulated Oocyst شكل أوفل كده جواه سستين سست جواه سست والسست كل واحد فيهم جواه أربعة Sporozoites هيجي ال Intermediate Host يأكل ال Sporulated Oocyst ده في الأكل اللي بقى في المية في أي حاجة ده موجود في ال Community عادي في أي حتة في الطينة حتى مين ال Intermediate Host بتاعي كل الحيوانات اللي في الدلية ممكن تعيدي بالتوكسو بلاس البني آدم القطة الكلب الفار الخروف الحصان الخنزير أي حيوان في الدنيا يجي على بالك ممكن يتعيدي بالتوكسو بلاس بما فيهم القطة نفسها طيب هتأكل بقى البني آدم Sporulated Oocyst هينزل جواه ال Intestine بتاعته يرابتشر ويطلع ال Sporozoites ال Sporozoites ده هتدخل جواه الدم وتتحول إلى حاجة اسمها Takizoite كلمة Taki يعني بسرعة تنقسم بسرعة فالTakizoites ديها تبتدي تنقسم 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 في الدم وبعدين تدور على أي خلية تدخل جواها تكمل جواها انقسام يبقى تدخل جوا أي تشو وبعدين جوا التشو ده تبتدي تنقسم جوا التشو ده وتكون لي ايه بتبقى السل كلها تنفخت وكلها عبارة عن Takizoite تاكيزويت تاكيزويت ده اللي بيسموه Sudocyst أنا لسه ما كونتش السست الحقيقي ده Sudocyst جهاز المناعة يبتدي فوق ويقول لك لا اتكيزويت دي أنا هبتدي حوطها هي هتقعد سكتة كده يروح ما حوطها بسست وو القوي يعزلها عن اللي حواليها فمجرد ما بتتحوط خلاص بتهدى وتكن وتتحول إلى حاجة اسمها Bradyzoites نام بقى Bradyzoites بتنقسم بالراحة 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 خلاص بقى التشو سست عندي موجود جوا الخلايا جوا التشوز وجوا ال Bradyzoites دي تفضل نايمة ال Bradyzoites دي لحد ما يحصل إيه لحد ما البني أدم منعته تقع لأي سبب ما منعتي وقعت لأي سبب ما التشو سست ده سست وولي دوب وال Bradyzoites تطلع تتحول إلى تاكيزويت وتبتدي تلف في التشوز وتعملي manifestations خطيرة علشان أكمل ال life cycle أنا عايز أروح للقطة مين من الهوست نمكن ينفر روح للقطة الخروف الفرخة أي حاجة أي من دول كانت عندها توكتو بلازما وعندها تشو سست في الخلية فتيجي القطة دي تاكل الفار اللي عنده تشو سست فالتيشو سست جوه الانتستن بتاعت القطة يبتدي يدوب ويطلع ال Bradyzoites تتحول إلى تاكيزويت وتدخل جوه الخلايا وتعملي ال unsporulated oocyst يبقى ال definitive host عندي هي مين هي القطة والهبيتات فين في الانتستن بتاعت القطة والانترميديت host مين كل الحيوانات اللي في الدنيا طب المودة في infection قال لك حاجة بقى مهمة قوي 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 في التوكسو بلازمة مختلفة ان كل الستيجز بتاعتها دي ممكن تعديني معادة ال unsporulated oocyst يعني انا لو كالت sporulated oocyst هيجيلي ايه السبوروزويت هتطلع وتبتدي تلف في الدم طيب لو خدت التاكيزويت دي الوحدها في blood transfusion هي هتلف في الدم وتروح للتيشوز لو كالت السودو سست او التيشو سست اللي موجود في اللحمة بتاعت intermediate host ال Bradyzoite دي او التاكيزويت دي هتطلع في الانتستين وتخش في الدم وتبتدي تلف في التيشوز بتاعت يبقى لو جينا نجمع المودو في انفكشن بتاعة توكسو بلازمة جونداي هقولك اول حاجة ان انا اكل اللي طالع من اللي ستول بتاعة القطة في الcontaminated food drink hand في الكميونيتي بلعب في الطينة في اي حاجة وانا بنضف البوكس بتاعة القطة او ان انا اكل لحمة مش مستوية كويس فيها تيشو سست او سودو سست او ان انا انقل دم blood transfusion ان انا اشير نيدلز اللي بياخدوا drugs او ان يحصل organ transplantation او الدكاترا مثلا لو انا تشكت بابرة فيها تاكيزويت التاكيزويت تدخل دمي او اخر حاجة اهم حاجة الcongenital transmission اللي ما التاكيزويت تيدي بأوجودة في دم الام وتعدي المين تعدي للجني تعال نشوف الclinical picture بتاعتها اول حاجة قالك الcongenital قسمناها الى الcongenital و acquired immunocompromised في الcongenital اول حاجة بتحصل لو الانفكشن جا بدري ممكن يحصل الامة دي تجهض او ان هي تولد الولد ده ستيل birth تولده ميت تاني حاجة ممكن تحصل ان هي تبتدي التوكسو بلازما تلف بقى في دم البيبي ده بتروح تتركز اكتر في الCNS وفي الاي وفي الاي مش في اي حتة في الاي في الريتنا والكورويد الحتة اللي في مقتل فلو راحت للCNS اشهر مانيفستيشنز بتعملها ان هي تكبر دماغه او تصغرها تكبر دماغه لان هي بتعمل بلوكتش في البنتريكلز فالCSF بيتجمع تعمل لي هايدرو كفالس او ان هي تعمله راس قليلة ليه بسبب ان خلايا الموخ بتاعته بتبقى ضمرة مش بتتكون كويس فبيبقى عنده حاجة اسمها مايكرو كفالي يبقى اما هايدرو كفالس يبقى اما مايكرو كفالي هتروح على الاي فهيتولد ببلايندنس انه عنده ريتونيكرويدايتس او ان هي بقى ايه العيل ده يتولد بصفرة فيفر هيباتوسبلينو ميجالي سيستيميك مانيفستيشنز قالك بقى حاجة تانية في توكسو بلازما ان ممكن الولد ده يتولد طبيعي خالص بس في الادوليسنز مايبقى عنده 12-13 سنة كده يبتدي تظهر عليه اعراض من تل ريتارديشن او ريتونيكرويدايتس ويجيلو بلايندنس يبقى دي حاجة خطيرة جدا للتوكسو بلازما ان هي ممكن ايه يفضل عايش 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 لحد الادوليسنز وبعد كده يبتدي يظهر على العين طب في الاكوارد بقى في الاكوارد في الغالب في الغالب بتبقى اسمتوماتيك زي اللي عندنا كلنا كده ان شاء الله ما يكونش حد جاله يعني لكن لو حد جاله توكسو بلازما اشهر مانيفستيشن ان هي بتكبر اللينف نوتس بتروح تعمل لينفومة ايه دا لوكيميا مش عارفة ايه فيبتدوا ياخدوا عينة منها يدوروا عليها يدوروا فيها على الخلايا او يشوفوا مثلا تيومرز او كده فبتطلع في الاخر توكسو بلازما هي اللي عاملة اللينف نودي برضو ممكن لو حد حظه عسر او فيه سترينز معينة من التوكسو بلازما بتعمل ريتينو كرويديتس في الادلت عادي 30 او 40 سنة بتعمل ألصر كده او انفلاميشن في الريتين او الكرويد فتعمل بلايندنس ريتينو كرويد في الاميونو كومبرومايزد بقى بتضربهم في مقتل اميونو كومبرومايزد مثلا عين ايدز كان اتعدى قبل كده بتوكسو بلازما وعنده تيشو سيست كان عنده تيشو سيست قديمة في البرين مثلا ولا في الهارت ولا في اللونج ولا في اي حتة وبعد كده جاله ايدز فمنعته وقعت فيحصل حاجة اسمها البراديزويت اللي كانت نايمة في سبات عميق ترجع تصحى وتقول انتو فين يا جماعة وتتحول الى تاكيزويت وتروح على البرين فعينين الادز على طول بتعمل انكيفالايتس وتموتهم فعشان كده بيسموها opportunistic ان هي انتهازية ان هي بتحتاج مناعة ليلة فعينين الورجان ترانس بلانتيشن بيحصل ديسيميناتد انفكشن نهاية تجيبلوم هباتوس برينو ميجالي فيفر انيميا يحصل ديسيميناتد انفكشن عايزة شخص التوكسو بلازما geografical distribution مش موما قوية موجودة في كل حتة بس ممكن يقولي ان الست دي كتمربيه قطة دي بتحب تاكل بسطرمة وحامل اهم كلام طبعا lymphadenitis وال retinocroiditis CNS من ترترديشن في طفل صغير طيب هشخص التوكسو بلازما direct ازاي اخد عينة مثلا من الليمف نود او اخد عينة من البريين او من الاي بس طبعا ده كلام صعب تشخيص التوكسو بلازما منلي علشان العينة صعبة بيبقى indirect بيبقى serology هو اساس تشخيص ايه توكسو بلازما فيبقى انواع تستات كتير ممكن استخدمها ان انا استخدم الالايزا وده الاهم وده اللي بيتعامل في تست قديم اسمه سابن ان انا كنت بحط انتجن انتي بادي وحط معهم في الاكيوت انفكشن بيطلع اي جي ام وبعد كده بعد شوية بعد اسبوعين ثلاثة يطلع الاي جي جي فانا عندي التشخيص بيبقى ايه في الكونجينيتال انفكشن بدور في دم البيبي على اي جي ام مش معنى عشان الاي جي ام ما بيعديش البلاسنتا يبقى لو البيبي ده بعد ما تولد ابتدى يكون هو اي جي ام يبقى انا ايه يبقى ده عنده توكسو بلازما يبقى ده عيال يبقى الاي جي جي بيعدي مش هعتمد عليه انا هعتمد على مين على ما بيعديش الاي جي ام طيب في الاكيوت انفكشن واحد عنده اكتيف انفكشن اما هلاقي عنده اي جي ام اما هلاقي الاي جي جي وبعد اسبوعين ثلاثة اعمل اي جي جي تاني هلاقي التتري بتاع الاي جي جي بيعلى طيب لو واحد عنده اي جي جي فده ممكن يكون كان عنده انفكشن قديمة فهلاقي التتري بتاعه ما بيعلاش يبقى ده ممكن استخدم حاجة اسمها فرينكل تست ححق انتجم بتاعت التوكسوبلازمة تحت الجلد واستنى بعد 48 ساعة يحصل حواليها جرانيلومة كده يبقى ده ما بيستخدمش قوي اهم حاجة هي الالايزا ندور على الاجي ام والاي جي ممكن استخدم البي سي ار البي سي ار مهم وممكن القاء له في حالات ايه اول حاجة الاميونو كومبرمايز الانتباضي عنده مش شغلة كويس هدور على ايه يبقى في العينين الاميونو كومبرمايز هدور على البي سي ار هدور على الدي ايه ممكن استخدم برضو البي سي ار في الكونجينيتال انفكشنز بياخدوا عينة بامانيوس انتيزز بياخدوا من الامنيوتك في لود اللي حوالين البي بي ده خش بابرة واخد عينة ودور فيها على الدي ايه بتاع التوكسوبلازم طبعا حاجة هازوردس يعني الراديولوجي ممكن استخدم الراديولوجي قالك ممكن اعمل شايفين راس البي بي ايه ده عنده هايدروكيفلاز وكل الفنتريكليز بتاعته واسعة ولونها اسود اللون الاسود ده مية مية بتاعت السي اس اف متخزنة جوه الفنتريكليز بتاعت راسه وكل دي راسه طيب بعد ما اتولد هعمل اكس ري قالك ان هي بتعمل سريبرال كالسي فيكيشنز هلاقي النقاط البيضة دي نقاط البيضة دي دي سريبرال كالسي فيكس ري علاجها دوين دو اسمه بديه مع تراي صالفة بايري ميدينز بس ما بديوش في الحوامل في الحامل بديها سبايرا مايسين يبقى لو الكابلي في الكيس واحدة حامل اكتب سبايرا مايسين على طول الابديميولوجي بتاعه وماربع كلمات قال لك اهم حاجة ان القطة دي هي سبب انتشار الدنيا في المجتمع هي سبب انتشار التوكسبلازما في الدنيا بحالها بتشد كميات كبيرة جدا من الان سبوريوليتد او اسيس وبعدين بتتحول الى سبوريوليتد في خلال يومين ثلاثة وبتفضل فايابول كده لمدة سنة ممكن تعدي العيان لو موجودة في التربة او موجودة في اي حد التوكسبلازما قال لك ان هي اكتر في المناطق الحرة واللي فيها هيوميديتي عالية مشهورة في بعض المناطق زي فرنسا بسبب الفود هابتس بتاعتهم ان هما بيحبوا ياكلوا اللحمة نية فيه هاي بريفلنس في فرنسا في الست الحامل بقى قال لك اهم حاجة في الست الحامل ايه الست الحامل عشان تنقل كونجينة الانفكشن للبيبي لازم يكون فيه تاكيزويت بتلف في دمها في الوقت الحالي وهي حامل فده ما بيحصلش غير فحالتين يا اما الست دي اتعادت وهي حامل جالها اكيوت انفكشن دلوقتي يبقى هي دلوقتي حامل كانت لحمة فيها تيشوسيست او هي حامل قعدة جنب القطة فقديها توساخت بالسبوريوليتد او سيست فجالها الانفكشن وهي حامل دلوقتي فكان فيه تاكيزويت بتلف في دمها دلوقتي يا اما ماشي كان عندها انفكشن قديمة بس طول ما هي منعتها كويسة هي بخير كان عندها انفكشن قديمة وهي حامل حصل لها حاجة قللت منعتها حصل لها اميونو سبريشن فحصل فلييرنج اب فابتدت التاكيزويت تطلع من التيشوسيست وتلف في دمها يبقى علشان الستة الحامل تنقل لبنها لازم يحصل ايه لازم يكون فيه تاكيزويت بتلف في دمها في الوقت الحال الكنترول بقى احنا اتفقنا اول حاجة ببص على الهوست الهوست بتاعي البني ادم هعالجه خلاص او اعمل انتي نيتل سيرولوجيكال سكرينينج يبقى الستات الحوامل دول اهم الناس بيهموني ودول اللي انا بخاف على البيبي بتاعها يبقى اي ستة حامل ادور في دمها على الاي جي جي بتاع التوكسوبلازم عندي القطة قالك لو انت مربي قطة ياريت الليتر بوكس بتاعها ده مايعطش يومين وتنظفه وتاخد بالك وانت بتنظفه وتبقى لابس جلافز وتاخد بالك من نفسك علشان ما تبقىش انفكتت بالسبوريوليتد او او سيست بعد كده عندي بقيت الانترميديت هوست يبقى انا لما اجي اكل لحمتهم اعمل لها فريزنج او اطبخها كويس ممكن تتنقل عن طريق الاكل والشور بيبقى بروبر ووشنج اوف هانز فيجي تابولز اليوتنسلز وانا بقى بطبخ اللحمة بعد ما اطبخها انضف الحاجة كويس بالصابون وبيور ووتر سبلاي وانحط الهيلث ايديوكيشن والانفيرومينتال سانيتيشن تانكيو